إذا منتبعين كرام في هذا الخبر العاجل والمهم نكشف لكم تفاصيل حصرية فيما يتعلق بالاعتراف الفرنسي بمغربيات الصحراء بداية مع الإعلان وبداية كذلك وقبل شروع في الموضوع أؤكد لكم أن هذه ما زالت تقارير صحفية تقارير صحفية قد تكون مؤكدة أو غير مؤكدة ولكن غالبين تأكدوا من هذه المعلومات في قادم الساعات لنؤكد كذلك منتبعين كرام على أنه مساء اليوم وعلى الساعة التاسعة إن شاء الله سيكون خطاب جلالة ملك محمد الثالث الموجه للشعب المغربي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد فبالتالي منتبعين كرام سندخله بداية في التفاصيل للإعلان لأننا ننتظر طريقة الإعلان لتقوم بفرنسا وهو متعلق بإعلان الاعتراف رسميا وقانونيا بمغربيات الصحراء كما ذكرنا في فيديوهات سابقة المعلومات تقول على أن الاعتراف سيكون برسالة مباشرة من رئيس فرنسا إمانويل ماكرون إلى جلالة الملك محمد الثالث والمعلومات الآن تقول على أن هذه الرسالة سوف يتم الإعلان عنها يوم غد ويوم غد يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لتولي جلالة الملك محمد الثالث عرش أسلافه الميامين وبالتالي متابعين الكلام وقد نقرأ لكم نص الخبر ثم سوف نرى تفاصيل أخرى فيما يتعلق بنظام حضيرات الجزائر بداية مع ما كتبته صحيفة جود التي قالت علمت جود أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون اختار غدا 30 يونيوز 2024 بمناسبة عيد العرش المجيد لإعلان موقف بلاده الجديد من مغربية الصحراء واللي هو طبيعة الحالة الاعتراف بمغربية الصحراء رئيس فرنسا اختار هذه المناسبة لكي يكشف عن دعمه لمغربية الصحراء في تحول كبير من هذه الدولة في السنوات الأولى أو في السنوات الأولى لحكومة أو لترأس ماكرون لفرنسا كانت هناك علاقات متوتلمة بين فرنسا والمغرب لسنوات حيث فضل ماكرون أنه يمشي لحضيرات الجزائر لطبيعة الحال الجردان والأسلام والحركة في حضيرات الجزائر وكلنا شاهدنا تلك المشاهد منذ السنوات الأولى الحكم ماكرون وكان موقع لوديس كالإخبار يكشف بالليهاد الموقف سيكون في رسالة يرسلها ماكرون لجلالة الملك محمد السادس في عيد العرش وأضاف الموقع الإخباري لأن هذه الرسالة سيخرج المضمون ديالها خلال الخطاب الملكي لعيد العرش الخطاب الملكي سيكون اليوم بطبيعة الحال سنتابع الخطاب الملكي بشكل مباشر وسنرى المضامين دياله إذن هذا فيما يتعلق بطريقة الاعتراف بمغربية السحران بطبيعة الحال أؤكد لكم أن هذه المسائل كلها تبقى تقارير صحفية غير مؤكدة بتأكيد سيكون حينما يكون هناك الإعلان الرسمي ومعلينا سواء أن ننسناه لساعات قليلة فقط وبطبيعة الحال سنرى هذه المعلومات ستتأكده ستكون هناك أمور أخرى بطبيعة الحال الأمر ستتأكد مئة في المئة حينما يكون هناك بيان من الدوان الملكي لأن أي شيء يصدر من الدوان الملكي هو مسألة رسمية غير قابلة للنقاج إذن أحد الأصدقاء أرسل لي مقال يتعلق بما حصل ما بين فرنسا وحضارة الجزائر وكيف تم إعلام حضارة الجزائر بالاعتراف الفرنسي بمغربيات السحران هذا المقال سنقرأ لكم متابعين كرام طبيعة الحال حتى هو سنحاول نتأكد من المضامين دياله في وقت لاحق لكن سنقرأ لكم المقال ثم سنرى هذه المسألة وصحة حول الله في قادم الأيام إذن قال الكاسيدي وفد فرنسي سري في الجزائر سبقت الأزمة ديال الصحراء والأزمة ديال الصحراء أنه يقصدون الأزمة ما بين حدارة الجزائر وفرنسا ويلاست أزمة في نهاية المطاف وإنما بكاء وعويل وصراخ من الجانب الجزائري فقط إذن وبحسب معلومات الحصرية فإن مبعوثا خاصا للرئيس إيماني الماكرون زار الجزائر العاصمة في سرية تامة قبل عدة أيام من نشر البيانة الصحفي الخبيث الصادر عن وزارة الخالجية الجزائرية يوم 25 يليوز الماضي يعني قبل أربعة أيام وكان الهدف من هذه المهمة السرية تمهيد الطريق لتطور الموقف الفرنسي بشأن قضية الصحراء المغربية وكان الهدف هو تجنب أزمة ديبلوماسية ممثلة التي حدثت ما بين الجزائر وإسبانيا عندما اعترفت إسبانيا بمغربية الصحراء مما أدى إلى استدعاء السفير الجزائري وقطع العلاقة الديبلوماسية ما بين حضارة الجزائر وإسبانيا وبحسب مصدر الجزائري فإن المبعوث الفرنسي قدم عدة سياق ديبلوماسية بحثا عن حل وصل ومع ذلك ورد أن مسؤولين جزائريين رفضوا جميع هذه المقترحات وعلى الرغم من هذه المحاولة الديبلوماسية الوقائية ردت الجزائر بعنف في 25 يونيوز متهمة فرنسا بالإنحياز إلى المغرب فيما يتعلق بالاعتراف مغربية الصحراء تحت السيادة المغربية ويأتي هذا الكشف الحصري قبل ساعات قليلة من الخطاب المتوقع لجهة ملك محمد السادس والذي من الممكن أن يتناول هذا الموضوع المتعلق بالاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء إذن لدينا جزء معلومات سيئة المعلومات التي تقول بأن الإعلان الرسمي من طرف فرنسا من طرف الرئيس الفرنسي سيكون غدى بمناسبة عيد العرش لأنها غدى 30 مناسبة لعيد العرش وكذلك من الممكن أن الخطاب الملكي تتطرق لهذه المسألة اليوم لأننا اعتدنا على أن جنة الملك محمد السادس يكون سباق إلى زف مثل هذه الأخبار الصارة إلى الشعب المغربي ولكن في القضية كذلك ديال فوز المغرب بتنظيم كأس العالم خير ومثال إذ أن جنة الملك محمد السادس كان سباقا إلى إخبار الشعب المغربي قبل الفيفا وقبل الدول الأخرى وقبل كل الهيئات الأخرى المغرب وجنة الملك محمد السادس كان سباقا إلى إعلام الشعب المغربي بذلك الخبر الصار وهو تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 بشكل مشارك مع إسبانيا والبرتوغال إذن هذه المعلومات لكينا متابعين كرام فغدسنا موقع لناوالو من شاء الله اليوم هذه الليلة هذه على الساعة التاسعة غد نتابعوا الخطاب لجنة الملك محمد السادس بي بمناسبة عيد العرش ومن الممكن أن يتطرق فيه هو الخطاب لعيد العرش يتطرق فيه إلى غالبيته إلى الأمور الدبلوماسية المتعلقة بالمغرب غد نشوف أو غد نستمعون لبعض البشريات فيما يتعلق بالإنجازات الدبلوماسية المغرب خصا فيما يتعلق بقضيتنا الوطنية الأولى وهي قضية الصحراء المغربية من الممكن أن يتطرق كذلك إلى العلاقات مع حضارات أهل الجزائر لأن هذه المسألة دائمة كتكون في الخطاب لعيد العرش فحنا غد نتابعوا بطبيعة الحال الخطاب الملكي وغد نشوفوا المضامين دياله وغد نحلله بعد الخطاب الخطاب غد ننقله بشكل مباشر هنا في القناة متابعين الكرام على الساعة الساسعة إن شاء الله فكونوا في الموعد لأنه مباشرة غد نقشوا المضامين ديال الخطاب الملكي فإذن متابعين كرام الدكرة الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد غد يكون حافل بالبشريات وبالإنجازات إن شاء الله وبالأخبار الصارة ونحن ننتظر بشغف الخطاب الملكي وننتظر بشغف أن نسمع المزيد والمزيد من الأخبار الصارة خصوصاً على المستوى الدبلوماسي وخصوصاً فيما يتعلق قضيتنا الأولى الوطنية الأولى وهي قضية الصحراء المغربية متابعين الكرام خلونا للأراءة ديالكم والتعليقات ديالكم لا تنسوش اليوم مع تسعود إن شاء الله الخطاب الملكي فكونوا في الموعد ون شاء الله سيكون معكم بالبت الحي كما العادة وكما اعتدنا دائماً متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم عن المزيد من التفاصيل والمزيد من الأخبار ترجمة نانسي قنقر